السلام عليكم اليوم ان شاء الله نحاضره عن complete denture impression بعد ما اخذنا الاناتوميكال لاندماركس وعرفنا limiting structures وعرفنا supporting structures راح ننتقل لل impression making اللي هي عملية اخذ الطبعة اخذ قياس المريض complete denture impression impression in general شنو تعريف impression generally is a negative likeness or copy and reverse of the surface of an object اذا هي عكس الشي يعني النسخة negative من الاسنان اذا بالنسبة للoral cavity او in general عكس الشي dental impression is an imprint or negative likeness of the teeth and or edentulous area and adjacent tissue اذا فيما يخص dentistry dental impression هي الطبعة للاسنان و edentulous area and the adjacent tissue اذا احنا نحط material ناخد ندخلها inside the patient mouth فرح تطبع لي اي شي موجود inside the patient mouth من اسنان من ونطلعها فرح تطلع عندنا مجرد الطبعة بالضبط مثل من ان نريد نستنسخ مفتاح مثلا نطبع المفتاح على المعجون فهذا المعجون هو negative impression مال المفتاح negative likeness يعني هو نفس المفتاح بس يراد نصب بي حتى يصير positive complete denture impression complete denture impression is a negative registration of the entire denture bearing area stabilizing and border seal areas of either the maxilla or the mandible present in the dentulous mouth اذا complete denture هي نفس الشي negative registration لل denture bearing area المنطقة اللي رح تحمل denture stabilizing area border seal كل المناطق الموجودة بالفم واللي رح استفيد منها لصناعة denture سواء بالمعجون او mandible in an dentulous mouth بالفم اللي لا يحتوي على اي سن objectives of impression making complete denture impression procedure must provide five objects in order يعني انا عندي خمس اغراض رئيسية اريدها من الimpression بشرط انه تكون بالترتيب يعني اراعيها حسب الاولوية حاطة ال in order خط لانه مهمة انه ال objectives مال ال impression making الاشياء اللي اريدها من ال impression making اكو بيها اولوية اريد الترتيب مالتها يبقى ببالكم انه بالبداية ال preservation of the residual alveolar region and soft tissue اذا انا اهم شي عندي والاولوية مالتي من ال impression سواء يعني اللي تخليني احدد ال impression material وتخليني احدد ال impression استخدمها فاختار المaterial والتكنيك اللي بالدرجة الاولى يحافظولي على remaining tissue اللي موجود inside the patient mouth فالاولوية الاولى عندي preservation of the residual alveolar ridge and soft tissue اني ال patient خسر اسنانه خسر جزء من العظم فالغرض الرئيسي الاول اللي اريده هو اني احافظ على ما تبقى من انسجة داخل فم المريض وراي يجي support for the denture اريد احصل من ال impression معلومات كافية او خلي نقول landmarks كافية بحيث انه تسوي لي support لل denture يعني احاول قدر الامكان ال impression مالتي تغطي كل structures الموجودة inside the patient mouth اللي ممكن امد عليها الدنتر وبالتالي استفيد منها بال support وبتوزيع القوة عليها stability stability هي الثباتية مال الدنتر انه ما يتحرك لليمين او لليسار هسه طبعا رح ناخذ كل واحدة منعتهم بالتفصيل الاستاتيك الجمالية مال الدنتر والريتنشن اللي هي ثباتية الدنتر يعني patient من يلبس الدنتر ما يظل الدنتر يوقع من حلقة فهاي ال five objectives لازم اراعيها during the impression making و in order بالترتيب اول شي احافظ على ما تبقى من الانسجة ثاني شي اراعي اني استخدم المتيريال والتكنيك المناسبة اللي تنطيني افضل support وراها احط بالي الاستيبليتي بعدها يجي الاستاتيك واخر شي اللي هو الريتنشن اول شي عدنا بمعنى انه بمعنى انه البروستدونتست من يجي يختار الامبرشن تكنيك من يجي يختار الامبرشن ماتيريا المالتا لازم اول شي يحط باله انه اريد ماتيريال وتكنيك اللي ممكن تساعدني اني اسوي capture الاغلب الموجودة يعني مثل ما نشوف عندنا هاي الرزج والرج بالنسبة لل ابر عنديهم البلت طبعا هذا اذا احنا نباوع بحلق المريض هم نلقي منطقة التشيبروزيتي فرضا انه الاسنان هنا مموجودة فاني اراعي اني استخدم الامبرشن ماتيريال مثلا اللي هي راح تقدر تسوي سبورت الروحة تدفع نفسها بحيث انها توصل لكل هاي المناطق نفس الشي التكنيك مالتي اراعي اني استخدم التكنيك اللي راح يساعدني اني اسوي كابتشر للرزج والرج للتشيبروزيتي للبلت توصل للبوستيرير اريا هاي حتى احافظ على البوردر سي المالتي والبوستام اريا فدائما البروستودونتست اول شي لازم يحطه باله من الماتيريال والتكنيك انه اريد اسوي كابتشر الكل الاناتوميكال لاند مارك اريد المادة والتكنيك اللي خلوني احصل على او اسجل اكبر قدر من اللاند ماركس بالامبروشن مالتي ليش؟ لانه من اسجل اكبر قدر من اللاند ماركس بالتالي راح اقدر امد الدنشير بيز اللي هي هاي هذا الدنشير فوق الرزج والرج راح اقدر امده على كل هاي المناطق اللي انا اسجلتها مثلا اذا انا اختارت او خلي نقول تكنيك ما كانت التكنيك مناسبة مالتي ادت الى انه سجلت الامبروشن لهنا يعني جزء لتيوبيروزيتي جزء من البلت انا ممسجلة فبالتالي شنو اللي راح يصير راح يصير انه الدنشير بيز ما راح توصل لي ورا زين انا لتيوبيروزيتي مثل ما اخذنا احنا هي سبورت ايريا يعني مهمة جدا عندي بالسبورت زين اذا انا ما سويت لها كابتشر بالامبروشن مالتي فبالتالي جزء كبير من السبورت مالتي راح لانه اهم او من الستركترز المهمة احنا عندنا البلت والتيوبيروزيتي هي تعتبر برايمري سبورت ايريا بالماكزيلا فاني اذا ما سويت لها كابتشر بالامبروشن بالتالي الدنشير بيز اللي هو باللون الاصفر ما راح اقدر امدة ما راح يوصل لهاي المنطقة او خلي نقول ما راح يوصل لمنطقة البوستيرير بلت او ما راح استفيد من البلت كله اذا انا ما استفدت منها او ما قدرت او اوصل لهاي المنطقة يعني سجلت لاند ماركس قليلة فبالتالي الفورس اللي اجاية من الماستيكيشن من عملية المضغ كلها راح تنحصر بهاي الاريا بالمقابل انا عندي هاي المنطقة هم اقدر اوزع عليها فورس وهي جدا مهمة انه تتحمل قوة وضغط مال الماستيكيشن بس لان انا ما سويت لها كابتشر فبالتالي ما اقدر امد الدنشار بيز بهاي المنطقة فبالتالي خلي نقول المساحة السطحية او السيرفس ايريا مالتي راح تقل يعني راح يكون عندي مساحة قليلة راح تتحمل نفس كمية الفورس بينما اذا انا سويت كابتشر لهاي اماكن كلها فرح تزيد عندي السيرفس ايريا اللي راح توقع عليها نفس الفورس فبالتالي راح اكون حافظت على السوفت تشو لان انا اذا عندي الفورس شبيرة متركزة بمنطقة قليلة هذا راح يزيد الضغط على البول راح يزيد الضغط على السوفت تشو راح اصير عملية الريزوربشن عندي بشكل اسرع اما اذا حاولت امد الدنشار بيز الاكثر لاند ماركز واستفيد من اي لاند مارك موجود وممكن اصلط عليه فورس فبالتالي هاي القوة راح تتوزع على مساحة اكبر فبالتالي الضغط او البرشر اللي راح يصير على السوفت تشو على البون راح يكون اقل فبالتالي التراما بالنسبة للسوفت تشو راح تكون اقل والريزوربشن ريت مال البون كذلك راح يكون اقل البرشر in the impression technique is reflected as pressure in the denture base and result in soft tissue damage and bone resorption اذا الضغط اللي راح يجي اذا استخدمت impression technique مثلا اتصلت ضغط على كل الاماكن مال الفم يعني خلي نقول اتصلت ضغط على ال relief area اتصلت ضغط على اماكن متتحمل قوة فبالتالي راح يصير عندي هذا الضغط راح ينتقل من ال impression technique لل denture base عندي فبالتالي راح تصير دائما ضغطة على كل الاماكن سواء اللي تتحمل force عالية او اللي ما تتحمل force عالية فبالتالي راح يصير عندي soft tissue damage وبون resorption فلذلك احنا دائما نحاول نختار تكنيك بحيث اتصلت force اكبر على primary and secondary stress bearing area ونصلت بها force اقل على relief area ثاني شي عندي من ال objectives اللي هو support for the denture شنو تعريف support is the quality of prosthesis to resist the force which try to dislodge the denture in a tissue ward direction اذا هي خاصية prosthesis او خلي نقول قوة prosthesis انه يقاوم force اللي تحاول تدفع denture باتجاه التشو اللي موجود عندي مثل ما نشوف بالصورة هذا عندي denture وهاي force تحاول انه تدفع denture باتجاه البون والسوفت تشو اللي موجود هنا فالصورة هي quality ما اللي رح تحاول انه تقاوم هاي القوة اللي دا تدفعها باتجاه البون والسوفت تشو يعني خلي نقول انه ما يغطص عندي الدنشر بالسوفت تشو اللي موجود ما يندفع كلش ويسوي ضغط على السوفت تشو اللي موجود عندي support depends on على شنو يعتمد support the anatomical and histological factor of the ridge اكيد بالدرجة الاولى الاناتومي والهيستولوجي مال الرج كل ما يكون عندي كمية بون اكبر كل ما يكون quality مال البون عندي احسن هذا البون رح ينطيني support للدنشر رح يدعم الدنشر ورح يمنع الدنشر انه يغطص باتجاهها بالمقابل اذا كان عندي quality مال البون مازين او كمية البون جدا قليلة اغلب الموجود soft tissue نعرف احنا soft tissue طرية ما تقاوم ما تنطي support ما تنطي دعم للدنشر بيز فبالتالي من تيجي force تضغط على الدنشر بيز اش راح يصير راح يغطص الدنشر بيز بالsoft tissue يعني راح يندفع باتجاه soft tissue ويضغط عليه the second the way of a pressure direction on the ridge during impression making procedure therefore the maximum coverage provide the greater the support which distribute applied force over as wide an area as possible هذا الحاجي نفسه اللي قلنا انه طريقة اخذ الimpression كلما كانت الimpression مالتي مضبوطة سجلت landmarks اكثر سوتلي maximum coverage يعني غطت كل المناطق اللي ممكن انها تتغطى واستفيد منها بالsupport كلما كانت surface area عندي اللي راح تتوزع عليها الفورس اكبر وبالتالي السبورت راح يصير عندي احسن the best support for denture is the compact bone covered with fibrous connective tissue اذا احسن support راح ينطيني اياه هو compact bone يعني احنا تعرفون عندنا compact bone وعندنا cancellous bone فالsupport اللي احصله من compact bone especially اذا كان مغطب fibrous connective tissue عندنا fibrous connective tissue عندنا lose connective tissue فاني ايهما افضل عندي compact bone with fibrous connective tissue lulcancellous bone with loose connective tissue بالنسبة للsupport لا اكيد الاحسن compact bone العظم الكثيف والfibrous connective tissue support depends on the denture base bone and soft tissue اذا على شنو يعتمد السبورت على denture base انها تكون مغطية as wide an area as possible على البون يكون عندي compact bone وعلى soft tissue يكون عندي fibrous connective tissue ثالث objective عندي اللي هو stability شنو تعريف stability the stability is the resistance to functional horizontal or rotational movement which try to dislodge the denture مثل ما تشوفون هو طبعا resistance to force بس بس اي force اللي نقصدها هنا نقصد horizontal or rotational or rotational يعني اللي هي مو vertical اي force مو vertical يقاوم هال denture هاي تخص stability مثل ما تشوفون بصورة الاتجاه ما للforce ما يجاي in a vertical direction احنا عدنا الدنشر او الاسنان ما للدنشر اثناء الماستيكيشن اثناء المضغ تيجي اشكال من الفورس عليها ممكن يكون in a vertical direction وممكن يكون in a horizontal or oblique direction يعني باتجاه عامودي اه باتجاه عامودي او ممكن باتجاه افقي او مائل فهاي هي الانواع الفورس اللي رح تتسلط على الدنشر ذكرنا سابقا الساببورت هو يقاوم vertical force بس الوين اتجاهها اتجاهها تحاول تدفع الدنشر باتجاه السوفتشو هسا يجي هو ده يقاوم oblique او horizontal force اللي هي ش راح تسوي راح تحاول اتهز الدنشر باتجاه اليمين او باتجاه اليسار او باتجاهات مائلة هاي بالنسبة للستابلتي باتجاه التحاول نقول منه اللي راح يصدها راح يصدها هذا البون فبالتالي ما راح يتحرك الدنشر بهذا الاتجاه لان عندي هنانا بون منها الدنشر بايز انها تتحرك باتجاه او نحو اليسار خلي نقول فهاي واحدة انه كل ما تقل عندي كمية البون الموجودة بالرزج والرج كل ما تقل عندي الاستابلتي نفس الشي عندي بالفلابي موفابل تيشو اذا كان التيشو مو فايبروس كان فلابي لوز يعني يتحرك ما ينطي سبورت فبالتالي راح تقل عندي الاستابلتي 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 دنشر بايز نفس الشي انها تكون مغطية اكبر قدر ممكن وعلى كمية البون اللي عندي مثل ما نشوف هنانا بالصورة الصورة هاي تشرح لي الصورة هنا تشرح لي انه كل ما كان عندي كمية بون اكثر كل ما كانت القوة اللي باتجاه هوريزنتل او اوبليك ما تأثر او ما تقدر تخلي الدنشر بايزا يصير بيه شفت بهذا الاتجاه او بالعكس طبعا بهذا الاتجاه ليش؟ لانه اي قوة راح تيجي بهذا الاتجاه راح تنصد بالبون هذا وراح البون راح يوقف الدنشر بمكانه وراح يمنعه من الحركة بهذا الاتجاه بالمقابل اذا كانت عندي هناك كمية البون قليلة تخيلوا انه فورس تيجي هنا مباشرة الدنشر راح يصير بيه شفت راح يتحرك من مكانه باتجاه اليمين ليش؟ لان ما كان عندي بون نازل بهذا الشكل يصد هاي القوة ويمنعها من الاتجاه اهنانه موضحه بشكل اكثر هذا كروس سكشن كل ما كانت كمية البون اكثر راح تيجي الفورس اكو شي راح يصدها راح يوقفها راح يمنع حركة الدنشر بينما هنانا كانت كلش قليلة فنتوقع من تيجي فورس مباشرة الدنشر عندي راح يتحرك هوريزنتلي او او ان ابليك ديركشن الرابع ابجوكتف عندي اللي هو الاستاتيك احنا نعرف انه العظم والاسنان يعني الاسنان اللي عند اسنان الاسنان والبون مالتا سبيشالي خلي نقول باللابيال دايركشن هي اللي مسويه السابورت لللب يعني احنا عدنا الابرلب الشفة العليا ليش واقفة بهذا المكان بالضبط؟ لانه وراها اسنان وبون زين اتخيلوا مريض الادنشولاس اذا هو فاقد اسنانه صعير عنده ريزوبشن بالبون الليب منه راح يوقفها بمكانها ما راح توقفها بالتالي راح يصير عندي سينكينج باللب يعني راح تدخل ليجوه داخل ما راح يصير عدها سابورت دافعها للامام فرح ترجع للورا فدائما بدنشر مالتي اراعي اني ارجع الكنتور مال الفيس يعني اسوي البوردر مالتي مال الدنشور بيز بحيث انه يدخل بالفستبيول ويعوض كمية البون اللي خسرها المريض ليب يري فبالتالي من يتعوض هذا البون راح ترجع اللب تسند على الدنشور بيز وعلى الاسنان فيرجع الكنتور مالتها ترجع تبين للامام وترجع الشكل الطبيعي مالتها طبعا الكمية تختلف من بيشنت البيشنت حسب كمية الريزوبشن عنده فدائما احاول انه الفيس تبيول يكون مسوه بشكل جيد الدنشور بيز من جهة الفيس تبيول تكون مصنوعة بشكل يلائم الكنتور مال البيشنت مو كلش اترس الفيس تبيول بحيث اللب تطلع لي برا وتبين انها مو بوضعيتها الطبيعية ولا كلش يكون ثن بحيث انه اللب تبقى غاطسة لا كل مريض يختلف من مريض الى اخر حسب كمية البون ريزوبشن اللي عنده اشتغله الدنشور بيز خامس عندي واللي هو الاخير اللي هو الريتنشن إذن خلي نقول الريتنشن هي عكس السابورت السابورت كانت الفورس تتحاول تدفع الدنشور باتجاه التشو تخليه يختص بالبون والسوفت تشو أما الريتنشن هي الفورس اللي تحاول تجر الدنشور بعيد عن التشو يعني بهذا الاتجاه مثل ما تشوفون الأسهم السهم الأحمر بالنسبة للمعكزلا والسهم الأصفر بالنسبة للماندبل السهم الأحمر اللي يحاول يجر الأبر دنشور بالاتجاه الأسفل والسهم الأصغر اللي يحاول يطلع اللور دنشور ليفوق مثلا مثال بسيط حتى تتخيلون الريتنشن من البيشن خلي نفترض انه بيشن تلابس كومبليت دنشور وده يأكل ستيكي فود مثلا جيلاتين خلي نقول أو علج هاي الأشياء اللي تلزق إذا لزقت بالأبر دنشور رح تسحب الدنشور ليجوا وإذا لزقت بين اللور دنشور والأبر رح تحاول تسحب اللور دنشور ليفوق الريتنشن اللي هو الطريق اللي يدخل به المريض الدنشور يعني المريض من يريد يلبس الأبر دنشور رح يدفعه من جوه ليفوق فهو يقول الريتنشن هي اللي تسحب الدنشور in opposite to the path of insertion يعني تسحبه من فوق ليجوا بالنسبة للور البيشن من يدخل الدنشور مالته رح يدفعه من فوق ليجوا عندي بالريتنشن لازم يقاوم القوة اللي رح تحاول تسحب الدنشور بعكس هذا الاتجاه عكس ال path of insertion هي رح تحاول صعده من جوه ليفوق it should be readily seen that if the other objectives are achieved retention will be adequate هنا انا من القصد انه ليش حطينا الريتنشن اخر شي لانه انا اذا حاولت احقق الوبجيكتفز الاربع اللي قبل فلا اراديا الريتنشن عندي رح يتحقق يعني اذا حاولت بالإمبرشن تكنيك بالإمبرشن ماتيري الماتي احافظ على ال remaining soft tissue bone احافظ على support احافظ على stability الريتنشن احافظ على او احاول ارجع الاستتيك فلا اراديا رح يتحقق عندي الريتنشن الريتنشن depends on the denture بيز نفس الشي كل العوامل اللي هي support stability ريتنشن تعتمد على انه ماتي يكون مغطي اكثر اريا ممكن من من الأورال كيفيتي والصوفت تشو طبعا يأثر على الريتنشن ما يتأثر عندي على الريتنشن اول شي عندي الاتموسفريك اللي هو الضغط الجوي احنا نعرف قبل ذكرنا انه الدنشار شلون يثبت بمكانه نفذ الخاصية اللي تثبت اذا شايفين لزقة السيليكون اللي تنلزق بسيراميك نفس الشي هاي اللزقة من احطها على السيراميك رح يصير عندي اختلاف بالضغط الجوي بين داخل اللزقة لانه انعزل عن الهوى تماما وبين خارج اللزقة فالذلك هي تلزق بالسيراميك بمجرد ما يصير ليك اسحب طرف من اطراف اللزقة ويرجع الهوى الخارجي يدخل لي جوا رح توقع اللزقة كلها فنفس الشي ادهيجين كوهيجين هسه رح نشرح عن هاي الخصائص ميكانيكال لوكس اللي هي الاندركاتس اللي عندي مرات البيشنت الرج مالته يكون صاير بيها بشكل غير منتظم فيكون صاير عندي اندركاتس بمناطق معينة هاي الاندركاتس رح تساعدني انه ازيد الريتنشن مال الدنشن المسلز كونترول المسلز مال البيشنت مال الفيشن المسلز او المسلز افماستيكيشن هام الكنترول مالته يساعد على الريتنشن كلما كان البيشنت عنده قدرة انه يتحكم بالمسلز مالته يصبر على الدنشن المسلز بالتالي راح تاخذ شكل الدنشن الجديد ورح تحاول تتعود عليه وتثبته بمكانه والبيشنت توليرانس صبر المريض يعني هواي حالات البيشنت يكون خاصر كمية بون شبيرة بحيث انه الريتنشن يعني متى استفيد من البون بخاصية الريتنشن لانه ماكو بون زين فبهاي الحالة مرات البيشنت ما يكون عنده صبر يعني مجرد ما يبدأ الدنشن يوقع من حلقة والسبب هو مو خطأ بالدنشن السبب انه البيشنت واصل المرحلة انه صاير عنده بون ريزوبشن بكمية كلش شبيرة فلذلك ماكو شي يلزم الدنشن فالمطلوب من البيشنت انه يكون عنده توليرانس يكون عنده صبر يتحمل يظل يحاول يتعود على الدنشن يلبسه بمرور الوقت المسلز الموجوده انترا اورالي رح تحاول تاخذ شكل الدنشن وهي رح تثبت الدنشن بمكانه فدائما لازم انه ننطي انستركشنز للبيشنت انه انت لازم تتعود عليه لازم تتقبله حتى وان وقع من حلقك مرة مرتين حاول ترجع تلبسه ويا كثرة الاستخدام راح تبدأ تتعود المسلز مالتك عليه وتقعده بمكانه ان امبرشن ذات ريكورد امبرشن هذا الادهيجن اما بالنسبة للكوهيجن هو تجاذب الجزئين من نفس المادة يعني بالنسبة هنا انا عندي الكوهيجن صاير بين السليفري موليكيول تشوفون هاي سلايفا موليكيول وهاي سلايفا موليكيول بين جزئتين سلايفا اذا الكوهيجن هو ترابط اجزاء السلايفا جزئات السلايفا واحد وهي الثاني يعني التجاذب اللي يصير بين جزئين من المادة نفسها امّا الادهيجن فهو التجاذب اللي يصير بين جزئين من مادتين مختلفة بحالة الدنشر عندي لازم يكون السلايفا بيها كوهيجن يعني جزيئاتها كلها مرتبطة ويها بعض ولازم يكون عندي أدهيجن بين جزيء السلايفا والنيوكوزا من جهة وجزيء السلايفا والدنشر من الجهة الثانية حتى بشكل عام يصير عندي تجاذب بين الدنشر بيز والنيوكوزا هنا الصورة الثانية توضح لي انه اختلاف الضغط بين داخل الدنشر وخارج الدنشر هذا الاختلاف راح يأثر على الدنشر ورح يخلي الدنشر ثابت بمكانه هنا يوضح لي النقطة الأخيرة اللي قلناها اللي هو إذا كان الإمبرشن مالتي سجلت لي مثل ما نشوفه بهاي الصورة بتشوفون الفستبيول اللي هو هذا الجزء هنا هذا الجزء هو الفستبيول إذا تلاحظون هنا أنا بالصورة الأولى اللينكث مالتي هذا الدنشر بيز الطول مالتا جاي على طول الفستبيول بس العرض مالتا لا صاير فراغ بين الدنشر بيز والشيك هذا الفراغ إذا تشوفون بين الدنشر بيز والشيك هذا الفراغ إش راح يصير راح يعبر منه هوا راح تعبر منه سلايفة طب جول دنشر بيز للداخل فبالتالي راح يصير عندي less retention بينما لو من البداية تشوفون هاي الحالة ماكو فراغ أي فراغ بين الشيك والدنشر بيز ماكو فبالتالي ما عندي مجال إنه يطب هوا ويطب عندي السلايفة وتوقع الدنشر من مكانه مثل ما نشوف بهاي الصورة الدنشر بيز ما أخذ المنطقة كلها ماكو أي فراغ حتى يطب منه الهوا أو السلايفة فبالتالي صار عندي اختلاف بالضغط وبالتالي صار عندي retention هنا هاي الصورة تلخصلي مفهوم retention support والstability مثل ما قلنا احنا support هو خاصية الدنشر لمقاومة القوة اللي ممكن إنها تدفع باتجاه البون والsoft tissue in a vertical direction نيجي للretention هي خاصية الدنشر لمقاومة القوة اللي راح تحركه away from the path of insertion هم in vertical direction يعني راح تحاول اتبعده عن التشو والبون راح تحاول تجرة وتوقعه من مكانه أما بالنسبة للstability فهي خاصية الدنشر إنه يثبت بمكانه ويقاوم أي oblique أو horizontal forces إنها يتحركه سواء للright أو للleft أو بزوايا معينة